بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله جميع أبنائي وبناتي المقبلين على اختبار القدرات الاختبار المحوسب نكمل الآن أهم أسئلة تجميعات الجزء الكمي لأسئلة المحدفة الجديدة نقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال السهل بقول هنا طالب أعار صديقه ستة كتب من مكتبته الخاصة ثم استعار هو أربع كتب من مكتبة الحي فأصبح لديه ثمانية وعشرين كتاب فكم عدد كتبه إيه رأيكم جبل ما نخش في المسألة ناخد الفرق بين الكتب اللي أعارها لصديقه والكتب اللي هو استعارها يعني ستة ناقص أربعة يعطينا اثنين الاثنين دول اللي هو يعتبر الفرق هو أعطله ستة وأخذ أربعة أصبح لديه ثمانية وعشرين يبقى الثمانية وعشرين هذول أزد عليهم الاثنين اللي هو الفرق هيعطينا الجواب ثلاثين وبكده أختار دال سؤال آخر على النسبة بيقول هنا أعطى رجل لعاملين مبلغ من المال بنسبة ستة إلى خمسة وكان الفرق بينهما مئتي ريال فكم المبلغ الأصلي طبعا هنا فيه طريقة سهلة ممكن أشوف الآن الفرق بين النسبة الأول إلى نسبة الثانية دي ستة ودي خمسة يبقى الآن فرق النسبة بين الاثنين هيطلح ستة ناقص خمسة يعطينا واحد الواحد ده اللي هو يعادلهم كام مئتين ريال يبقى الواحد ده اللي هو بيساوي مئتين ريال أنا عندي عادل أجزاء هذا أخذ ستة أجزاء وهذا أخذ خمس أجزاء يعني أخذوا إحداش أخذ اللي إحداش واضربها في قيمة الجزء الواحد اللي هو متين أضع الصفرين والإثنين في إحداش بإثنين وعشرين يطلع المبلغ الأصلي الكامل الفين ومئتين وأختار دال مع سؤال آخر سهل بيقول هنا خمسة أمثال عدد مطروحا منه اثنين يساوي ثمنتاش فما هو هذا العدد تعال نكون هذه المسألة في صورة معادلة خمسة أمثال عدد إيه رأيكم نخليها خمسة اكس أو خمسة سين يبقى خمسة سين مطروحا منه يعني ناقص اثنين كل ده يساوي كام يساوي ثمنتاش أصبحت معادلة بسيطة كيف أحل هذه المعادلة المكونة من خطوتين أول شيء زي ما أنتم عارفين السالب الثنين تروح الجهة الثانية تروح بإشارة مخلفة يبقى تروح بالموجب مع الثمنتاش يعطينا عشرين خطوة ثانية أقسم على المعامل أقسم على الخمسة هنا أقسم على الخمسة فالواحد عشرين على الخمسة فالأربعة يعني قيمة سين هتساوي أربعة كفي بعض الطلاب هنا استخدموا استراتيجية تانية اسمها استراتيجية التجريب إن اختاروا واحدة من الخيارات وضربوها في خمسة خمسة أمثال عدد يعني خمسة في واحدة من الخيارات ولتكون أربعة خمسة فأربعة يعطينا عشرين ثم انطرحوا منها اثنين ناقص اثنين يعطينا ثمنتاش فعلا ده يأكد أن النفس الجواب العدد المطلوب هو أربعة نوقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال السهل على النسبة المأوية بقول إذا كان صفر فاصلة سبعة هل تقرأ سبعة من عشرة سبعة من عشرة بالمئة من عدد يساوي واحد وعشرين فما هو ذلك العدد تعني عيد كتابة المسألة سبعة من عشرة معناها سبعة على عشرة وبالمئة هذه معناها إيش معناها على مئة يبقى أحط كمان صفرين تحت يبقى أصبح الجواب سبعة على ألف سبعة على ألف هذول من عدد يعني ضرب عدد معين هيساوي هذا العدد واحد وعشرين طيب عشان أحل المسألة بطريقة سهلة عندي طريقتين ممكن استخدم الطريقة الحسابية هكذا ابطرد العدد هو سين واعمل عملية تبسيق اذا كانت معادلة ممكن ابسط كده البسط مع البسط يعني اجسم على السبعة فيها الواحد وهنا على السبعة فيها الثلاثة واعمل المغس اضرب واحد ضرب سيني دينا سين واضرب الثلاثة ضرب الف يعطينا ثلاثة الاف ثلاثة الاف الجواب الصحيح واختار جين مع هذا السؤال الرضيق لسؤال سابق بيقول قارن بين القيمة الاولى ومدينا هذا الكسر العشري ناقص تسعة وهذا كسر عشري اخر ناقص تسعة طبعا هنا انا مش فاضي اعمل عملية طرح بس نظروا معايا اقارن من الاكبر هذا الكسر العشري ولا هذا الكسر العشري تمام الاكبر طبعا هو هذا ليش لان ارقامه العشرية لما تحب تقارنه تشوف من الاكبر والاصغر تجيبه من جنب الفصلة هنا صفرين يمين الفصلة وهنا صفرين يمين الفصلة بعدها هنا 4 وهنا 0 يعني هذا العدد هو الكبير خلي بالكم الآن أنتوا تطرحوا عدد كبير من 9 وهنا عدد أصغر منه أصغر من العدد الأول ناقص 9 يبقى إذن الجواب الصحيح هيكون ألف لأن كبير ناقص 9 هيعطينا عدد أكبر شوية من عدد صغير ناقص 9 وبكده أخطار ألف مع هذا السؤال من التجميعات السابقة وكان متجفل هذا السؤال يعني ما فيه أبداً اختلاف في الإجابة نتكلم فيها إذا اخترنا هنا إجابة فهذه الإجابة المعتمدة لأن هذا السؤال كان موجود في النماذج القديمة نعطينا هنا رسمة بيانية على محور X ومحور Y وبقول قارن بين مساحة المضلل وثمانية سنتيمتر مربع طبعاً هنا أول شيء يا شباب لابد عدد المربعات المكتملة نشوف مع بعض كده هذا مربع واحد اثنين وهذا شبه مكتمل ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وهنا ثمانية وهنا تسعة وهنا عشر هذول شبه مكتملين ثم بعد كده أخذ الفراغات هذه الأجزاء الصغيرة واركبها يطلع الجزء المضلل أكبر من الثمانية وبكده الإجابة المعتمدة هي ألف ما في أحد يقول ده لأنه ممكن يكون لا ما في ممكن هذا السؤال إجابته ألف إجابة معتمدة في النماذج السابقة وفي التحديثات الأخيرة ألف الجواب الصحيح نوع في الفيديو لحل هذا السؤال برضو المتكرر القديم الجديد بل إذا كان سبعة أعواد تكفي لصناعة مربعين ملتسقين فكم عودا تكفي لصناعة سبعة مربعات متلاسقة هو جاء مرة هذا السؤال وكان يعطينا كده مربع مكون من عدان ثقاب أو عدان كبريت بهذا الشكل وقال إن هذول عشان أكون المربعين دول محتاج كم نعدهم مع بعض كده محتاج عود اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة يعني العمل مربعين متسقين هكذا محتاج سبعة عواد طب لو أنا محتاج أكون سبع مربعات أحتاج كم عود طبعا هنا فيه قانون إيه هو القانون اللي هو بحب نقول عليه ثلاثة إن أو ثلاثة نون زائد واحد يعني إيش هذا القانون يعني أي مربع حابب أنك تكونه هات ثلاثة عيدان فقط يعني مثلا المربع الأول هذا محتاج ثلاثة عيدان مع العود الإضافي عود البداية هذا والمربع الثاني نفس الشيء احنا خدنا طبعا العود ده واحد وده ثلاثة وده ثلاثة مع هذا برضو المربع الثاني محتاج ثلاثة عيدان ثقاب فيبى القانون بتاعي ثلاثة نون زائد واحد فلما يطلب مني اي عدد من المربعات اضرب في ثلاثة وزد واحد يبى ثلاثة ضرب سبعة يعطينا واحد وعشرين ومعي واحد يعطينا اثنين وعشرين وبكده اختار باء مع سؤال سهل على الجذور وعلى الكسور مع بعض بقول ما قيمة المقدار الجذر التربيع الستة وثلاثين على ستة زائد هذا الكسر طبعا اول شيء الستة وثلاثين هاد ستة تطلع ستة ثم نبسط الان البسط مع المقام يعني كأن هذا الكسر اللي بسطناه يطلع الجواب واحد تعني نجمع بقى هنا نجمع الكسور مع بعض هنا المقام ستة وانا المقام ثلاثة اثنين ما يصلح لابد اعمل عملية توحيد اضرب هنا في اثنين فوق وتحت واضرب هنا في ثلاثة فوق وتحت ليش كده سويت عشان يبقى المقامات الموحدة كلها كام كلها ستة اجمع فوق ثلاثة واثنين خمسة وهذا واحد ستة يعني يطلع الجواب ستة هيش ستة سين لان هنا ثلاثة سين واثنين سين خمسة سين وواحد سين هيعطينا ستة اعمل عملية تبسيط ابسط الستة مع الستة يطلع قيمة المقدار بعد التبسيط يساوي سين وأخطار دال مع هذا السؤال القديم الجديد كان موجود في التجمعات السابقة بل اشترى رجل تذاكر صفر له ولزوجته ولأطفاله الثلاثة وخصم له خمسين بالمية على تذاكر الطفل فاذا كان اجمال ما دفعه الف واربعمائة ريال فكم سعر تذكرة الشخص البالغ طبعا هذا السؤال نعرف انتوا حظين الاجابة اربعمائة على طول ليش لان لو كان الشخص البالغ اربعمائة يبقى الشخص الثاني الزوجة كمان اربعمائة يبقى كده كام ثمانمائة ولو عملنا تخفيضة على تذكرة البالغ يعني تصير ميتين ريال انا عندي ثلاث اطفال يعني ثلاثمتين يعني يطلع الجواب ستمية قيمة تذاكر الكبار الرجال وزوجته ثمانمائة وقيمة تذكرة الاطفال الثلاثة ستمية يطلع فعلا الجواب الف واربعمائة والجواب يكون جين مع هذا السؤال السهل على الجداول البيانية بقول من الجدول المقابل كم عادل الاسلحة غير التالفة هو ما اعطيني هنا البيانات دي كل الاسلحة 150 الاسلحة التالفة جزئيا 35 والتالفة كليا 45 يبقى اول شيء اجمع التالفات 35 و45 هيعطينا 80 اطرحهم من عدد الاسلحة اللي هم المية وخمسين يطلع الجواب 70 هذه عدد الاسلحة غير التالفة واختار جين مع هذا السؤال المتكرر بشكل اخر بول من الشكل المجاور ما قياس زاوية الجزء المظلط طبعا انت شايفين كده الان هذه تشبه الساعة لان عبارة عن دائرة مقسمة ب12 خط هكذا فانا بعتبرها زي الساعة وانتوا عارفين طبعا زاوية الساعة كل واحدة كم درجة كل واحدة 30 درجة يعني هذه 30 و30 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 اربح ثلاثينات يعني 30 ضرب اربعة يطلع الجواب ب120 السبب ان كل واحدة 30 ايه؟ لان هذه دائرة يعني 360 درجة قسمتها الى 12 تدريج لما جسم 36 على ال 12 فيها الثلاثة واضع الصفر هذا السؤال يشبه سؤال الساعة ان كل هنا العقرب لما يتحرك من مكان لمكان على الساعة بيعمل لزاوية مقدرها 30 درجة مع هذا السؤال السهل بقول من الشكل المجاور اذا كان طول ضلع المربع يساوي سين اوجد مساحة الجزء المظلط سبق تكلمنا اذا طلب مني ايجاد مساحة جزء المظلط غريب زي هذا كده اقول ايه؟ اقول الشكل كاملا الكل ناقص الجزء الابيض الكل هنا يعتبر مساحة المثلط والجزء الابيض يعتبر مساحة المربع مساحة المثلط اللي هي نص القاعدة ضرب الارتفاع ومساحة المربع اضرب الظلع في الظلع او الظلع تربيع تعالوا مع بعض كده نبدأ ان احنا نطبق بالارقام هنا القاعدة يعتبر اثنين سين نصفها سين اضرب السين في ثلاثة سين يعني يعطينا ثلاثة سين تربيع مساحة المثلط مساحة المربع طول طول عسين أضرب سين في سين يعطينا سين تربيع لما أطرح الآن ثلاثة سين ناقص سين تربيع هيعطينا اثنين سين تربيع والإجابة هتكون ألف سؤال آخر قديم جديد بيتكلم فيه عن الدائرة بقول في الشكل المجاور دائرة طول نصف قطرها أربعة سنطي أوجد مساحة الجزء المظلل طبعا هنا مساحة الجزء المظلل معروف ليه؟ لأن الجزء المظلل يعتبر ثلاثة أرباع في الدائرة يعني ممكن يجيب الدائرة كاملة ويجيب منها ثلاثة أرباع عارفين طبعا قانون مساحة الدائرة اللي هو طاي آر سكوير اللي هو بالعربي طا في نصف القطر تربيع نصف القطر أربعة أربعه يدينا ستاشر طا ستاشر طا الدائرة كاملة أنا أريد منها ثلاثة أرباع يبقى أضرب في ثلاثة على أربعة أجسم على الأربعة فيها الواحد على الأربعة فيها الأربعة أضرب 4 طاق في 3 يعطينا 12 طاق وأختار لمساحة الجزء المظلل الجواب باء